السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بجميع الأمهات والآباء والتلاميذ وكل من يشاهد الآن هذا الفيديو اليوم سنكون مع شرح بسيط لطريقة حل عملية القسمة والتي تعتبر من أصعب العملية التي يواجهها أبناؤنا في المدرسة وبإذن الله سأحاول من خلال هذا الفيديو تبسيط هذه العملية حتى تتمكن الأمهات والآباء في البيت من مساعدة أبنائهم في حل تمارينهم المنزلية الخاصة بعملية القسمة وحتى لا أطيل عليكم سنمر مباشرة إلى إنجاز بعض الأمثلة ولنبدأ بالمثال الأول سنأخذ المثال الأول أربعة وثلاثون مقصومة على اثنان إذن سنحول هذه الكتابة إلى كتابة عمودية بحيث سنكتب في هذا المكان سنكتب أربعة وثلاثون وهنا سنكتب اثنان نلاحظ هنا بأن العدد اثنان يتكون من رقم واحد إذن سنأخذ كذلك رقم واحد من اليسار وهو ثلاثة إذن سنقول بأننا سنقسم ثلاثة على اثنان يعني سنبحث عن عدد نضربه في اثنان لكي نحصل على ثلاثة إذن وهذه إشارة بالنسبة لعملية القسمة لا بد من حفظ جداول الضرب إذن هنا كما تلاحظون كتبت جداول ضرب العدد اثنان إذن سنبحث عن العدد الذي قمنا بضربه في اثنان لكي نصل إلى نتيجة قريبة أو تساوي ثلاثة إذن هذا العدد هو واحد كما نلاحظ لأن لدينا اثنان مضروبة في واحد تساوي اثنان واثنان فهي قريبة من ثلاثة إذن سنضرب واحد في اثنان إذن واحد في اثنان يساوي اثنان ونكتب هنا اثنان تحت الثلاثة ثم نقوم بعملية الطرح ثلاثة ناقص اثنان تساوي واحد بعد ذلك سننزل الرقم المجاور لثلاثة التي قمنا بقسمتها إذن سنقوم بإنزاله ونكتبه بجوار الواحد الآن أصبح لدينا العدد هو أربعة عشر سنقسم بنفس الطريقة سنقسم أربعة عشر على اثنان يعني سنبحث عن عدد نضربه في اثنان ويكون حاصل هذا الضرب قريب أو يساوي أربعة عشر إذن سنبحث في الجداء عن الحاصل الذي يساوي أو أقل بقليل من أربعة عشر إذن كما نلاحظ بأن هذا الجداء هو اثنان مضروبة في سبعة تساوي أربعة عشر يعني أننا سنضرب اثنان سنضربها في سبعة ونكتب سبعة هنا إذن سبعة مضروبة في اثنان تساوي أربعة عشر ونكتب الأربعة تحت الأربعة والواحد تحت الواحد ونقوم بنفس الطريقة أي بعملية الطرح ثم نحسب إذن أربعة ناقص أربعة تساوي السفر واحد ناقص واحد تساوي كذلك السفر إذن أربعة وثلاثون مقسومة على اثنان تساوي السبعة عشر لأن سنمر إلى متساوية القسمة إذن بالنسبة لهذه المتساوية نكتب العدد الذي قسمناه في البداية وهو أربعة وثلاثون نكتب أربعة وثلاثون تساوي نفتح القوس هنا نكتب هذا العدد اثنان مضروب في العدد الذي حصلنا عليه هنا وهو سبعة عشر ونغلق القوس ثم نضيف ما تبقى لنا من هذه القسمة هنا في هذه الحالة لدينا السفر إذن أربعة وثلاثون تساوي اثنان مضروبة في سبعة عشر زائد السفر أربعة وثلاثون في هذه المتساوية هذا العدد يسمى المقسوم بالنسبة لإثنان تسمى المقسوم عليه سبعة عشر هذا العدد يسمى الخارج أما السفر فهو الباقي الآن سنمر إلى المثال الموالي إذن سنقسم 263 على 5 إذن سنتبع نفس الخطوات التي قمنا بها في السابق إذن سنضع الكتابة العمودية لهذه العملية هنا سنكتب 263 والستون وفي هذا المكان سنكتب خمسة سنلاحظ هنا المقسوم عليه الذي هو خمسة يتكون من رقم واحد يعني هنا سأختار رقما واحدا من اليسار لكن في هذه الحالة إذا اخترت اثنان هل يمكنني أن أقسم اثنان على خمسة بطبيعة الحال هذا غير ممكن لأن اثنان أصغر من خمسة لذلك سأخذ في هذه الحالة سأخذ رقمين سأقسم 26 على 5 إذن سأقوم بكتابة جداء العدد خمسة إذن خمسة في واحد خمسة في اثنان خمسة في ثلاثة وأكمل جداء إذن سأكسف بهذا الجداء إذن خمسة في واحد خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون إذن كإشارة بالنسبة لعمليات القسمة فهي تعتمد بالأساس على حفظ جداول الضرب حفظا جيدا حتى يسهل علينا أو تسهل علينا هذه العملية إذن هنا سأختار الحاصل الذي هو قريب أو يساوي 26 إذن كما نلاحظ بأن خمسة وعشرون هي الأقرب إلى 26 أما الثلاثون فهي أكبر منها لذلك لن نأخذها بعيني الاعتبار إذن سأختار الجداء خمسة مضروبة في خمسة يساوي خمسة وعشرون إذن سأضرب هنا خمسة سأضربها في خمسة إذن خمسة خمسة مضروبة في خمسة تساوي خمسة وعشرون إذن سأكتب خمسة وعشرون لاحظ بأنني أكتب خمسة تحت الستة ولا أكتبها تحت الثلاثة لأنني قمت بقسمة ستة وعشرون على خمسة ثم أكتب اتنان تحت الرقم الآخر تحت اتنان بعد ذلك أحسب إذن ستة ناقص خمسة تساوي واحد اتنان ناقص اتنان تساوي صفر بعد ذلك سأنزل الثلاثة إذن أصبح لدينا العدد هنا هو ثلاثة عشر بنفس الطريقة سأعود سأعود عفوا سأعود إلى الجداءات وأبحث عنه الحاصل الذي هو قريب أو يساوي ثلاثة عشر إذن لدينا خمسة عشر خمسة عشر عشر خمسة وعشر وثلاث إذن هذا الحاصل الذي هو قريب من ثلاثة عشر هو هو عشر فيما دربت الخمسة لكي أحصل على عشر قمت بضربها في اتنان إذن سأكتب هنا اتنان اتنان مضروبة في خمسة تساوي عشر وسأكتب هنا الصفر ثم الواحد وأقوم بعمل يد الطرح إذن ثلاثة ناقص سفر تساوي ثلاثة واحد ناقص واحد يساوي سفر إذن مئتان وثلاثة وستون مقصوم على خمسة تساوي اتنان وخمسون أما الباقي فيساوي ثلاثة لآن سنمر إلى المتساوية ونكتبها بنفس الطريقة التي كتبناها في المثال الأول إذن قلنا بالنسبة لهذه المتساوية نكتب المقصوم يساوي المقصوم عليه مضروب في الخارج زائد الباقي إذن هنا المقصوم عليه هو مئتان آعفوا المقصوم هو مئتان وثلاثة وستون إذن سنكتب مئتان وثلاثة وستون يساوي ماذا سنفتح القوس ونكتب المقصوم عليه وهو خمسة نضربه في الخارج الذي هو 52 نغرق القوس ونضيف له لهما الباقي وهو ثلاثة وبهذا أكون قد أنهيت كتابة هذه المتساوية بحيث أن مئتان وثلاثة وستون كتذكير هي المقصوم خمسة المقصوم عليه 52 الخارج وثلاثة هو الباقي أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم موعدنا في القادم بإذن الله مع فيديو جديد ودروس جديدة والسلام عليكم ورحمة الله